السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أردتكم بخير أتمنى أنكم بخير وعلى خير في المقنة تتشاهدون الفيديو مرحبا بكم معي فيديو جديد فيديو اليوم سأنتقاس معكم زيتون مشرمل ووعر بشكل مضاق خاطر جدا ترفقوا به الأطباق فهذا هو الوقت أو الموسم نضغطي حضروا معي زيتون مشرمل أتمنى فقط أنكم أخوتي تتبعوا فيديو من الأول حتى الآخر بشوفوا معي جميع المراحب وقبل أن نبدو فيديو كما العادة لا ننسى الصلاة على الحبيب اللهم صلي وسلم وبركة لسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا تنسون أيش أخوتي من اللي لايك ومتعركوا بزوينة اللي كتفرحني ونزل الآن الطريقة والمكونات مع بعدياتنا بسم الله على بركة الله هنا عندي كيلو نص ديال الزيتون اللي كنت ديجا خطاجت معكم بطريقة ديلة تهرس اللي بقيت من بعد مهر السوق سنقل عليه الماء لمدة ديل أسبوح يعني المدة ديل سيمانة وانا كنقل عليه الماء في الصباح وفي العشية فش كننطف في الصبح كنهرق عليه ذاك الماء كندير عليه ماء آخر وأيضاً في الليل فش كنجين نعس كنهرق عليه ذاك الماء وكنو اللي عودتانين بديل عليه ماء آخر المدة ديل أسبوح تحلة في الخمسيين ماذا يبقى معكم هذا الصباح وانا كنت مضيفكم وانا كمية اللي ستستعملوها يعني المدة ديل ربع عيام حتى الخمسيين يمكن ربع عيام حتى الخمسيين ممكن يبقى حتى السيمانة وانا كنت فوتوو شغل السيمانة ماذا يبقى الكمية قليلة التي ستستعمل في ذاك السيمانة سنضيف عليه وحد يلقى متوسطي ديال الملحة نحاول ان يلبسوا في الملح على هذا الشكل حتى يتلبس كل الملح ومن بعد هنا يحتاج ملحة كبيرة الزعتر ومكهة ومضاق وعرق لقد نضيف الزعتر نضيف الملحة ومضيف الملحة والكامون ونحتاج أيضا ونضيف الملحة ونضيف الملحة ونضيف الملحة خاطر جدا نحتاج هنا ثلاثة دي الحبات دي الفلفلاء بلدين صغر عندما عندي هنا فلفلاء بلدية قطعتها دوائر محراش بزيف وفي نفس الوقت محلوش يعني فيها ذا كل ما دقل زوين انا ما قرش عندكم فلفلاء بلدين كلكم هاكا تديروا فلفلاء حارة تقطع واحد الفلفلاء ومع الحساب اللي عندي ايضا هنا واحد حمضة اللي مقطعها على هات الشكل قريفات غدين نوضعها احتها هي ومن بعد هنا غدين نحتاج واحد شوش دي الفوصوص ديال التومة اللي حكاها من بعد هنا فضل المرحلة غدين ناخد واحد جوج معالق وغدين حاول انا نشرمل دك الزيتون ديالي او نلبس دك الزيتون هاد المكونات اللي وضعنا له حتى كيتلبس كله من بعد هنا غدين نضيف عليه تقريبا واحد كاس قلاروب ديال زويته بالدية اللي هي زيت الزيتون ما قدتلكم تقريبا كاس قلاروب اللي وضعت انا ديالزيت وغدين نولي نخلق او نحرك لك الزيت مع الزيتون والمكونات اللي وضعنا ومن بعد ايضا غدين نحتاج واحد الكيمياء ديال ربيح ما بين قصبار ومعندلوس الاغلبية مغلبة انا هنا المعندلوس على القصبار يعني يكون الكمية ديال المعندلوس كثيرة على القصبار اللي مقطعه غسله في طبيع ومقطعه رقيق كيف ما كنت لاحظوا يمكن لكم ايضا تستعملوا حتى معندلوس حبوب مدقوق فانا صراحة غير ما بقش عندي يعني ممتوفرش حاليا فملفة نتعطي وحد المعنى قصوين بزافي لازافي لها عندكم نتعطي وحبت وحد معنى رائعة جدا ونحرك مليح كي تلبس الزيتون بالمكونات كل هم اللي وضعنا وواجد الزيتون فضل المرحلة تأخذها كبغطات تحتفظه في الزيتون كل نهار تأخذ منه يبقى معكم من خمسية حتى المدة تحتفظه في الزيتون تتحركوا في الزيتون اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة